طب معظم المشايخ اللي موجودين بأورادهم بطرقهم الآن هم ميراث والأضافوا عليه الأساسيات سبت تمام يعني احنا أورابنا في الطريقة عندنا سبت الملء التجدد يوجي في ايه مثلا ممكن الشيخ بتاعي زي مثلا نقوم بمثال الشيخ الوالد هو كان نفسه يدخل الخلوة في حياته شيخه منعه قال له انت ربنا ادلك نوع من العلم يعني خليك انت في مجال الظاهر عشان تنفع الناس وبالفعل ترك تراث علمي هائل وبسم الله عشان على النفع به ايه كثير التجدد ممكن بقى يا مثلا شيخ تاني يوجه مريد آخر لدخول الخلوة يوجهه مثلا لنوع معين من الزكر فسماع الشيخ توجهات معينة من شيخه أو سماع المريد من شيخه توجهات معينة ده ممكن اللي يكون فيه تجديد يوجهه في المرحلة دية انت عليك بالذكر والقرآن مرحلة تانية ممكن يوجهه لقيام لين مرحلة تانية يوجهه لدعاء مأسور لأوراد بأسكار بأعداب معينة ده اللي ممكن التوجه يعني كل وقت ياخد نوع معين أو باب معين من أباب الوصول إلى الله